بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أول ما نبدأ لابد من تعزية واجبة لشعب الكويت كله على وفاة الأمير الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في فسيح الجنات والدولة المصرية كلها تقوم بوجب التعزية سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفقيد في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي لطفه وفي نعمته وفي واسع رحمته أهلا بكم وسهلا في الموعد الجديد لبنامج والتي تعسره وإحنا النهاردة نتكلم زي ما تعودنا وإحنا نتكلم مع أحبائنا نتكلم عن كل المقبينة على الزواج وكل كمان اللي بيحاولوا ويجددوا حياتهم واللي احنا سمينا الحلقات بتاعتهم أصحاب السعادة نتكلمهم وإحنا كلنا خبرة جيد لهم بكل ما لدينا من تجارب وكل ما لدينا من استشارات عشان نقدم لهم شيء يدعم سعادتهم ويدعم توافقهم ويدعم كمان المستقبل إن شاء الله الزواجي المنير النهاردة هنتكلم عن مهارة زي ما كنا متعودين نتكلم عن المهارات الزواجية هنتكلم عن مهارة في غاية الأهمية بالنسبة للأزواج هقول لكم حاجة لما تلاقي بيت البيت الناس فيه متفرقين والناس فيه والبيت مليان وهج وكده أعرف إن احنا مش قادرين ندير حاجة لما ربنا خلقنا بيها خلقنا بيها وكان بيبلغنا وبيعلمنا إن دي نعمة احنا عارفين إن ربنا خلقنا مختلفين مش نسخ من بعض وإن الاختلاف ده كان ليه حكمة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسة واجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا فالاختلاف يا سيدة مصدر للتنوع المفيد فهو نعمة من نعم ربنا فربنا خلق الزكر والأنسة وخلق للذكور صفات وسمات تميزهم وكذلك خلق للأنسة صفات وسمات تميزهم يعني مثلا الراجل عنده صفة عنده استعداد فطري لحماية المرأة والمرأة دائما تبحث عن الأمان صفات مميزة للمرأة وصفات وسمات مميزة للرجل فحدث بينهم التنوع اللي احنا عارفينه كلنا فالتنوع ما كانش مقتصر على اختلاف الجنس بس لكن كمان التنوع موجود في الجنس الواحد احنا نفسنا الرجالة مش زي بعضها والستات كمان مش زي بعضها فمش هتلاقي الرجالة مثلا كلهم شيء واحد لا هتلاقي الرجالة مختلفين مش كلهم شباب بعض ولا الستات شباب بعض فالدراسات بتقول ان الانماط الشخصيات ممكن تنقسم للستاشر نمط زي شخصية المستشار والمعطاء والبطل وممكن كمان الانماط دي تكون اكتر من كده بكتير جدا 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 لان كل انسان ليه بصمته المختلفة وشخصيته فهو مخلوق للبديع سبحانه وتعالى ولا شك ان معرفة نمط شريك الحياة ممكن تسهل التواصل وإدارة التنوع بين الزوجين واحد ممكن يقول لي إدارة التنوع اللي انت بتكلم عنها دي حاجة عالية قوي لا خالص 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 إدارة التنوع دي يا سادة لو ما عرفناش أصغر حاجة ممكن تحصل في البيت ممكن بتعمل حريقة لو بنختلف على الأكل لو بنختلف على مدارس الأولاد لو بنختلف على سدد قصد لو بنختلف على أي حاجة أي حاجة من دي ممكن تشعل البيت واحنا عارفين ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عادة من الزوجات 11 مرة وأنا بشوف أن كل زوجة من زوجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها نمط مختلف عن الزوجة الأخر فالسيدة خديجة هي الزوجة اللي كان بيغلب على حالها الزوجة الأم لكن هي بلا شك كان برضو الزوجة الحبيبة إزاي و هي بتتكلم عن حضرة النبي بتتكلم عن حبيبها و إزاي هي قلبها مليء بالحب لحضرة النبي بس بيغلب عليها الزوجة الأم أما السيدة عائشة فكان يغلب عليها الزوجة الأبنة والسيدة أمو سلمة كان بيغلب عليها الزوجة المستشارة وهكذا زوجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن إدارة التنوع من أهم فنون الزواج لأنه بيزيد التوافق ما بين الزوجين فالتنوع قيمة مضافة فحضرة النبي مثلا كان فيه تنوع بينه وبين السيدة عائشة حتى تجد دافت كلام لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي لما كان بيتكلم كان لهم تقول إلا حق لكن السيدة عائشة ممكن تتكلم بنفس طريقة الستات لدرجة أن حضرة النبي إيه اللي حاصل يقول لها أنه هو عارف طريقتها في الكلام يقول لها إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني صاختة إذا قلت لا يا ربي محمد كنت عني راضية وإذا قلت لا يا ربي إبراهيم كنت عني صاختة وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عقب يقول لها أنا عارف التنوع اللي ما بين لغتي ولغتك أنا عارف التنوع اللي ما بين طريقتي للتعبير وطريقتك للتعبير لكن احنا عندنا تجارب مهمة جدا 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 كمان تأثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة التنوع زي مثلا النموذج بتاع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مع زوجته لما استطاع أنه يدير التنوع لذلك هتجد وهو قال كلام حلو قوي بيقول أقمت مع أمه صالح ثلاثين سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة فلما ماتت أم عبد الله زوجته سألوا سألوا ابنه كان يحزن عليها ويقول رحم الله أم عبد الله والله ما لبسنا عشرين سنة ما اختلفنا في شيء فقيل له سألوه إزاي عشرين سنة ما اختلفتوش فيقالونه كيف قال كنت إذا غضبت أرضيتها إبقى كانت إذا غضبت أرضيتها كنت إذا غضبت أرضتني فلا تراني غضبان يا سلام إيه الجمال ده يعني إذا غضب هي تروحت رضيه إلا وأرضتني وكنت إذا غضبت إذا غضبت مني أرضيتها إيه ده يعني إذا هو غضب هي ترضيه وإذا هي غضبت هو يراضيها فالحامشت بلا أي شقاق وشرايح القاضي قصته معروفة كمان مع زوجته زينب وأنا طبعا عندي عشرة مع شرايح القاضي شرايح القاضي كان رسالتي في الماجستير فبيقول لي امرأته زينب لما جيك جاوز في ليلة الزفاف رح تقال له ايه؟ اني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فأتيه وما تكره فأجتنبه فسكته كانت عارفة ان التنوع أمر أساسي ولابد ان هو يدار فقالت له ايه؟ قل لي اللي بتحبه فعمله واللي بتكرهه فأتركه وكأنها بتقول له ايه؟ ما تيجي ندير التنوع اللي بينا انا عارفة ان انا جاي من بيئة مختلفة عن بيئتك فتعالا ندير ده وعشان كده لازم يكون في اتفاق بين الاثنين ازاي يتعاملوا ويديروا تنوعهم ولذلك قال شرايح القاضي فما كست مع زينب عشرين سنة لم أعب عليها شيئا ما فيه أنا ما أخدتش عليه غلطة وعشان كده قال قال شعر اللطيف اوي اوي فزينب شمس والنساء كواكبه اذا طلعت لم يبدوا منهن كواكبه يا سلام على الجمال وعلى الغزل اللطيف الجميل الرائع بس كمان فيه حاجة كمان لازم نقولها طب هما يتفقوا على ايه يعني ايه اللي بيقلل الامر ده تعالوا نشوف الاول ايه الخطوات اللي احنا ممكن نمشيها عشان نعيش بمهارة ادارة التنوع اول حاجة لازم اعرف نمط شريك حياتي يبقى اول خطوة في هذه المهارة ان انا اعرف نمط شريك حياتي واعرف نقاط القوة في شخصيته زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع ستنا ومسلمة عمل ايه مع ستنا ومسلمة راح استشرها لانه عارف ان هي لها رأي سديد وان هي صاحبة حكمة فاخدر من بين زوجاته كلها ان هو يستشير ستنا ومسلمة تاني حاجة الحوار والتشاور مع شريك حياتك اللي يزم تتحوره كتير وتتكلمه كتير لان الحوار ما تخافوش من الحوار فيه ناس كتيرة بتقول احنا مش عايزين نتكلم عشان الخلاف اللي ما لنا ما يزيتش لا يتكلموا عشان الخلاف يقل بس كل واحد فيكم يكون بيحاول يكون بقدر الامكان ما يوجعش اللي قدامه ما يعتبرش اللي قدامه عدوه يبقى شيء مهم جدا يخلينا نقدر ندير للتنوع ان الزوجين يستشيروا بعض في الامور الخاصة بالبيت وبعلاقتهم يتكلموا بعض فالحوار والتشاور مش بيقرب الكلام بس ولا بيقرب الافكار بيقرب القبول كمان وعشان كده ولما يتقرب لما يتقرب القلوب من بعضها المسائل تبقى سهلة ونقبل التنوع ونعيش فيه بسلام الحاجة التالتة ومهمة ودي من المحاذير بقى عدم التسلط محدش يحاول يتسلط لاننا بنتكلم عن المشورة فلازم نفهم ان المشورة مش معناها التسلط وفرض الرأي مش معنا ان الزوجة قالت رأيها الزوجة يبقى هو لازم يلتزم بيه ولا انه لو قال لها رأيه لازم تلتزم بيه يبقى لازم يبقى فيه تشاوره التشاور ده مفهوش اي نوع من انواع التسلط عشان نوصل للحل الافضل مش لفرض سيطر الطرف على طرف اخر الحاجة دي مهمة جدا مهمة جدا لان بعض الناس بيعتبروا انا قلتلك رأيي وابديت رأيي انت ازاي ما رأيتهوش انت كنت لازم تنفذ رأيي الحقيقة لا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتشاور ونفعل الافضل والاسلم للبيت الحاجة اللي بعد كده الحاجة الرابعة عدم التدخل في الامور الخاصة الا عند الطلب لازم كل واحد فينا ينحافظ على مساحة مساحة الخصوصية لشريك حياته ما يتدخلش في شؤون هي واهلها الا ازاي طلبت وهي نفس الكلام فطريقة معاملته لأهله دي مساحة خاصة ما تتدخليش فيها غير لما هو يطلب وانت ما تتدخلش فيها غير لما هي تطلب لان لو ما حصلش ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا جدا الحاجة كمان المهمة جدا جدا في ادارة التنوع ان شركة الحياة يكون حاسس ان التنوع بتاعه حاجة قيمة اضافية طب نحسسه بدا ازاي يجي الحاجة الخامسة بقى التشجيع على التعلم وتطوير المهارات وده بيساعد الزوجين على النمو الزواجي واستغلال المهارات وبيضيفوا قيم اضافية في مسائل الزوجية طيب ايه الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها بقى عشان نقدر نكون بندير الخلاف اللي بنا من اول خالص في اول الجواز عشان احنا بتكلم المقبلنا على الجواز وبنتكلم كمان الناس اللي عايزين يجددوا زواجوا انا شايف ببساطة خالص من خلال كل اللي عرضناه ومن خلال كل الادلة اللي احنا ذكرناها ومن خلال كل التجارب اللي حصلت انا شايف ان احنا محتاجين نقول شيء مهم جدا لازم الزوجين يتفقوا على ثلاث حاجات اول حاجة لازم يتفقوا على الخطوط الحمرة الاشياء اللي مش فيه ما ينفعش في علاقتنا تكون موجودة زي ما تقول لي زوجة انا ما بقبلش بشكل او اخر ان يقول لك علاقات نسائية انا ما بقبلش هو يقول لها انا ما بقبلش باي شكل او باخر انك بتتكلمي بطريقة معينة مع الرجال انا ما بقبلش ان مثلا ان انت تخرجي وتسافري من غير علمي خطوط شوية خطوط حمرة كده شوية خطوط حمرة بتتحط كده وبتتقال وبيتفقوا عليها من الاول ده بيقلل الخلاف جدا يبقى من اتفق على خطوط حمرة انا ما بقبلش ان جوزي بيشرب خطوط حمرة انا ما بقبلش ان زوجي يكون بشكل او باخر بيكتسب من طريقة انا مشكوك فيها خطوط حمرة بنحطها كده تاني حاجة لازم نتفقوا عليها التفضيلات انا والله بفضل ان انا اكون علاقاتي مع الناس ما مفضلش الزيارات الكتيرة في البيت انا بفضل ان يبقى خروجنا دايما بشكل معارفين ومسبق انا بفضل ان ما زرش كتير اهلنا يبقى التفضيلات كمان الحاجة التالتة اللي لازم كمان يتفق عليها القواعد والاسس اللي هيمشوا عليها في البيت لما يتفقوا على التلاتة دولة في الاول الجواز بتمقى المسألة سهلة جدا جدا الخطوة اللي بعد كده اللي احنا لازم نعملها ان انا لازم اعرف نمط شريك حياتي يبقى لازم اعرف نمط شريك حياتي بشكل واضح عشان اقدر اعمل كده وفي الاختبارات المعدل ده سهلة وموجودة في مر وبرجز وفي اني يا جرام في خطوات كتيرة جدا جدا وفي نمازل كتيرة جدا ممكن اتعرف بها عن نمط شريك حياتي ده هيخليني ايه هيخليني اتوقع اني استطيع ان انا ادير الخلاف معاه وادير التنوع معاه باي شكل الحاجة التالتة اللي ممكن نعملها ودي بي تبقى مهمة ان كل شهر نتعلم شيء جديد مع بعض في تطوير زواجنا الحاجة الرابعة اللي ممكن نعملها ان احنا نحدد مع بعض اهدفنا الزواجية بشكل اساسي وخاصة احنا جايين على السنة الجديدة نعمل الكلام ده للسنة الجاية ونحدد خطتنا ازاي عناعيش السنة الجاية عناعمل ايه فيما يتعلق ب رسالتنا رسالة الماجستير او رسالة الدكتوراه عناعمل ايه في مدارس الاولاد عناعمل ايه في الاقصات اللي علينا عناعمل ايه نعود نعمل خطة عشان نقدر نعيش فيها ونقسم الادوار بشكل دقيق وبشكل محترم يا سادة مهارة ادارة التنوع ما بين الزوجين مهارة مهمة جدا جدا بنحتاجها في كل نقاش بيكون بيننا في ناس اقولكم الحقيقة في ناس بيقرروا ان انا مختلف عن زوجتي فعشان انا مختلف عن زوجتي احنا في الحقيقة هنفضل ماشيين مع بعض كده مش هنقدر نكمل صحيح مش هنقدر ننفصل بس مش هنقدر نكمل ازواج كاملين فيبقى هو ربع زوج هي نص زوجة عشان هم ما قدروش يدولوا الاختلاف اللي بينهم الحقيقة ده ما يصحش احنا نقدر ندير اختلافنا واحنا معاكم عشان نقدر ندير هذا التنوع عشان نوصل لمرضات الله ونقدر ندخرج الكنوز اللي موجودة في بيتنا من مدد ربنا لينا بالسكينة والمواد ده بالرحم يا رب وفقنا عشان نقدر نعرف ان التنوع مدد من عندك عشان البيت يتسع مش يضيق بعد الفاصل نلتقى بحضرتكم ونتلقى أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا لنتلقى عليها أسئلتكم مباركة وتفضل جسر مفتوح دايما بيننا وبينكم عشان يفضل مجلس العلم مفتوح ويفضل بركات مولانا سبحانه وتعالى ومدده ينزل علينا ونطلب منه دائما التوفيق والسداد ومعنا أول سؤال أستاذة ناهد مساء الخير يا دكتور مساء النور والله أنا أم البنت كان حصل خلاف بينها وبين جزها استخلاف كبير يعني وفهمها أنه هو مش عايزها يعني بس هي جت على كرامتها وقلت عشان البيت والأولاد وكده فمهم أعج السستر دي لغاية موافق يعني وراحت بيتها وبعدين بس هم بيتعاملوا كويس إنه هو في قوضة وهي في قوضة وعاشوا على كده يا دكتور سنين هل مثلا هي غلطانا هي رجعت ولا 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 هو إيه ولا هو عليه حرمانية كده بتعرف هكلم حضرتك حجة ناهد وأقول لحضرتك إلا حصل طعيب يا دكتور الله يبرك في حضرتك يا رب ربنا يعني أصوات الحجة ناهد وأصوات المباركات كده بيخلوا القلب كده يبقى سعيد بسوا ستة أول حاجة إن هي هلأة يا مغلطتش مش مغلطتش لإن إحنا دايماً بنحب نرجع الست اللي جوزها دوت بلا شك إن الإصلاح والصلح وخير بلا شك إن الإصلاح هو الأساس فيما يتعلق بالخلافات ما بين الزوجين لكن هي أحسنت لإني دوت اسمه مقتضى دوام العلاقة مقتضى دوام الحياة الزوجية إن هي تبذل وليست تتنازل هي ما تنزلتش أنا عارف إن انت كلمة إن هي تنزلت أو كلمة إن هي ضحت وجعاك لا هي لا تنزلت ولا هي ضحت وأنا بيحبش الكلام ده في الجواز اللي بنعمله مع بعض إن إحنا بنقوم بمقتضى ما يديم العلاقة بنا ده مسموش تنازل إن الناس لما بتفهم إن ده تنازل بتحس بقى إن هي اتواجعت وتقلمت وتجرحت وتقزت لا هي عملت مقتضى العشرة بالمعروف عملت مقتضى الفضل الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل منكم ده في حين الفصال ده في حين الجواز والجواز أصلا بينبني على الفضل فبنتك صاحبة فضل إن هي عملت إيه إن هي ساعت لإدامة الجواز وهي إن هي صاحبة فضل ربنا سبحانه وتعالى يبشرها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإن شاء الله ربنا يكتب لها الإحسان واللي هي عملته ده هو دوت السبب في إن الحال انصلح بينهم فأنتي ما تجيش تقول لها أنت جيتي على نفسك لا هي ما جيتش على نفسها ولا حاجة هي زكت نفسها وربت نفسها وإيه أطاعت ربها فلذلك اللي عملت ده في ميزان حسنتها وإن شاء الله ربنا يبارك لها فيها ويبارك لها في أسرتها بالعمل الصالح اللي هي عملته إن شاء الله نعم أستاذ أميرة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك فضل ونعم الحمد لله جزاك الله خيرا والله على البرنامج زواج رائع وبينور أسر كثيرة قوي ربنا يحفظك يا ستي ربنا يعزك ويزيدك نور وبركة الله يبارك لك كان فيه سؤال أنا زوجة تانية بو لكن أنا زوجة تانية بزواج عارفي يعني 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 زوجة عارفي بزواج عارفي ولكن فيه إشهار وفيه شهود كويس وفيه صيغة مش كده وفيه صيغة فيه ورق مكتوب لا فيه صيغة فيه صيغة قالت في الجواز آه فيه صيغة قالت في الجواز طيب وبعدين آه وهو كان اتفاقه إن إحنا نفضل سنة في السر وما بقاش فيه خلفة أنا كنت مطلقة ومعي ولد فقلت تمام وما فيش أي مشكلة وقلنا بعد السنة هنعلن جوازنا وهيبقى فيه خلفة جي غير الاتفاق قالي أنا مش عايز خلفة وجي ربنا أراد إن أنا هجبت بنت طيب جبت بنت أنا بنتي دلوقتي ده أربعة سنين السؤال فين السؤال دلوقتي هل أنا لو طلبت منه إعلان زواجنا بزواج رسمي هده أنا كده بهد البيت أبدا ده أنت واجب عليكي إن أنت تعملي ده لإن بنتكم كلما أقوله كده يا فضلت الشيخ يقول ده كان اتفاق وإنت رتضيتي بين الأول سيبيني أكلمه يا فانت سيبيني أكلمه وأقوله هو للأدف مش جنبي أنا عارف سيبيني أكلمه بسماعي المقطع ده بس يا سيدي أنا أكلمه بس يا سيدي إحنا عندنا في الشرع الشريف لا ضرر ولا درار يعني إيه لا ضرر ولا درار لا حد يضر نفسه ولا يفعل فعل يعود بضرر على الآخرين أنت يا ستي جوازك الشكل الصحيح ليه إنه يوثق يوثق ليه للحفاظ على حقوقك والحفاظ مش على حقوقك بس حقوقك وحقوق أولادك يعني البنت اللي تخلفت دي إزاي هتثبتي هتثبتي نسبها البنت اللي تخلفت دي هي من حقها لأنها من ضلع هذا الرجل من صلب هذا الرجل إنها تارث إذن هناك حقوق كثيرة جدا 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 بتترتب على الزواج ما ينفعش بأي شكل من الأشكال اهدرها وليس من حقق أن أنت تهدريها فطلبك لتوسيق الزواج ده حق وواجب عليه فهو واجب عليه أنه هو يوسق الزواج ده ليه طيب؟ لأنه لا يجز الظلم أنت زوجها كاملة الحقوق دي الوقت فين بقى اللي يثبت ده؟ لازم نثبته إذا كان واحد لما بيشتري أرض من واحده ما بيوسقهاش بنقوله أنت بتنصب عليه دي الوقت فواحد بيتكلم في أدق حاجة الشرع الشريف احتاط فيها وهي الأعراض إزاي ما لا يوسق الزواج طلبك لتوسيق الزواج حقك وواجب على زوجك أنه هو يوسق الزواج ليه؟ لأنه لا ضرر ولا درار ليه؟ لأنه الحقيقة ده شرط باطل أن أنت لا تثبت زواجك الذي هو في الحقيقة شكله الصحيح أن يكون موسقا فهذا الشرط يضيع الحق وهذا الشرط يعرض الأولاد للخطر ولا مش من حقك أن أنت تشترط الشرطة نعم السيدة ممصطفى تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب الحمد لله زي حضرتك زي ربنا يبارك لنا فيك ودائما في الخير يا رب يا رب ربنا يحفظك يا حاج بقول لحضرتك أنا ابني بيخسل كلا بقالوا سنتين وكان معايا أخوتي مرضى نعم أنا اللي كنت بوصية عليهم وقعدوا في المستشفى سنين طويلة فأنا كنت الوصية عليهم كنت بجري في بجري لهم مثلا في أعاناة في المعاش في دفدة فجم توفه لا يرحم آآ وكان في مبلغ بإسم أنا أنا اللي جاية بيه طيب دلوقتي بعده ما ما توفه وابني بيخسلوا بنتي برضو بقولها يا ولدها طيب فمش عارفة أنا دون بأخوتي ليهم فيه ولا بتاعنا الفلوس اللي جات لك دي دي فلوس الخارجة الفلوس الخارجة لا الفلوس كانت أعاناة وكنت بقدم عليها وكده فالفلوس دي جات بإسم كنتي جات بإسم أنا بس أنا بها الأيام اللي كفاتت دي جي تجري لأي مبلغ ليهم من أي حت قالوا لأ طالما أن هما توفه ملكيش دي انت تغذي معاش والدك ولا تغذي أي حاجة طيب خلاص انت دلوقتي بتسأليني الفلوس اللي أنا خدتها لأعاناة عشان إخواتي دي آآ هل من حق أحد يجي يطالبني من أولادهم مثلا إن أنا إخواتهم إخواتهم لي أنا أصيب فيهم الجواب لو كان الإعانات دي تلعت بإسمك باعتبارك أن أنت اللي بتنفق عليهم وباعتبار أن أنت بتتولى أمرهم فهذه الإعانة طلعت لك أنت باعتبارك أن أنت بتتولى الأمر دوت وليس من حق أحد أن يطالبك بهذا لأن دي تنوع من أنواع التبرع والتبرع ده خرج لك أنت بأخذها من جهات حكومية حتى لو ده فجهات الحكومية حددت أن أنت محل هذا التبرع يعني الحكومة دلوقتي بتعينك بتكفل هؤلاء هؤلاء المرضى فبتكفل هؤلاء المرضى مش بتديهم فلوس ملك لا بتديهم للشخص اللي يستطيع أنه هو ينفق عليهم فبتدهوله بإسمه مدام الشيك أو مدام الوثيقة طلعت بإسمك فهي دي لك وليس لأحد آخر أن يطلب أنه يكون لي نصيف ده بس أنا ما بلغت شختي بكده هل يكون عرام؟ أنت مش لازم تبلغي أختك لأن هي طالعة بإسمك أنت هي طالعة بإسمك أنت فمش واجب عليك أن أنت تبلغي أختك ودوت لإني ده نوع من أنواع الكفالة والإعانة ونوع من أنواع التعاون عن البر والتقوى وهو طلع بإسمك عشان أنت تتولي أمرهم فده لهو مراس عشان هما يعرفوا لا ده نوع من أنواع التبرع ونوع من أنواع الإعانة التي في الحقيقة تكون مخصصة لمن صدرت باسمه فأنتي مش واجب عليك أن أنت تبلغي حد وما فيش حد من حق أنه يطلب أنه يحصل على جزء من هذه الإعانة نعم أستاذ عفاف تتفضل أيها مرحبا حضرتك أهل ومساعدة نتفضل يا أستاذ عفاف سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بس أسأل حضرتك سؤال في البداية أنا زوجة لزوج أرمال وعنده ولدي فهل أنا لو أنا سألت عن حاجة خاصة بيني وبينه هل أنا كده يعني بكشف ستر الحياة الزوجية اللي بيني وبينه ولا ممكن أسأل أنا حاسة أن أنا مشتكة ومشتاج أن أنا يعني هدي بالك يا بنتي لأنه يبدو هدي بالك يا بنتي أنت يبدو بس أن دخل الكلام من جهة أن هو ده تشارعي ربنا وأن ما ينفعش نعمل كده فأنتي واضح أن أنت مترددة إزاي ده يكون شارعي ربنا وأنا دي جزء وأنا جزء من الحياة دي فهو في حد منعك أن أنت تسألي عن حاجات في علاقتكم الخاصة أو في حياتكم الخاصة هم الإيه؟ لا مش كده أنا أنا خايفة أقول أشيل زنب إن أنا إن أنا أسأل وكون أنا كده بكشف بكشف حاجة خاصة بيني وبينه يعني هو خاصة أن يعني أنت عايزة آه أنت عايزة تسأليني أنا فأنتي خايفة أن سؤالك لي أنا يكون ده تكشف لي مسألة خاصة أيوة طيب هو سؤال هل السؤال ده بتقديرك ينفع يتقالها الأهوى ولا ما ينفعش؟ يبدو إنه ما ينفعش فإذا ما كانت شينفع يتقالها الأهوى فتفضلي حضرتكم خود الرقم وفكري إذا كانت المسألة يمكن أن السؤال عنها فيما يتعلق بي إزاي نصلح السؤال عن العيوب أنا السؤال عن العيوب وكيفية التعامل مع العيوب والسؤال في المشكلات وكيفية التعامل مع المشكلات هذا ليس من قبيل الفضح ولزيك ده من النص عن العلماء أن دوت عند الاستشارة وعند الاستفتاء ليس هذا من الإثب وليس هذا من الفتح ولكن هذا لأجل الاستشارة وخاصة كمان وأنا بسمعك وأنا بسمعك مش أبقى عارف أنت مين ولا عارف أنت بتسألي عن إيه ولا عارف الطرف الآخر مين فيمكن أن تسألي إذا كان دوت في باب من أبواب صلاح حالك ولأن الشرع الشريف أزنك اللي أنت تعملي ده عشان بس صلاح الحال أصل أننا ما نتكلمش عن بعضنا كلام سلب بس في حالة ما إذا كان الواحد محتاج إلى الفتوى ومحتاج إلى الاستشارة هذا لا يكون أبداً لا من الفتح ولا يكون كمان من الغيبة ولا النميمة لكن يكون من طلب معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة وده واضح وليس فيه أدنى مواربة نعم يا سادة احنا النهاردة تكلمنا بشكل واضح عن مهارة من أهم المهارات في البيوت إيه وحد يستهين بهذه المهارة اللي هي مهارة إدارة التنوع احنا محتاجين إدارة التنوع دي محتاجينها في كل حاجة لأن إدارة التنوع دي نعمة واللي عنده هذه المسألة ده توفيق من الله بس مش معنى أنه هو توفيق من الله إن احنا ما نكتهدش ونتعلمها لأ ده احنا لازم نتعلمها عشان يبقى عندنا وعاء ربنا ينزلنا فيه مدد توفيق وساعتها تكون حياتنا كلها سعادة وكلها إضافة وكل واحد فينا يا رفقد دي ربنا سبحانه وتعالى من بنعمل شريك حياته عليه ومن عليه بنعمل الزواج لأن ساعتها الزواجة يبقى باب من الوسع وباب من الفضل وباب من الكرم وباب كمان من نعم ربنا سبحانه وتعالى المتواصلة اللي بنعرفها مع كل حوار احنا بنديره وبنعرفها مع كل حوار احنا بنخرج فيه احنا الاتنين مش كسبانين احنا الاتنين غرقانين في نعم ربنا اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا لما نظر إلى بيوتنا وكعالها محل للسكينة والموادة والرحم يا رب ادم علينا مددك وجعلنا يا رب من أصحاب الصدور المنشرحة اللي بيتقبلوا التنوع وبيستسمروه وكمان بيشوفوا أن التنوع ده باب من أبواب رحمتك وباب من أبواب المودة والفضل والكرم جعلنا يا رب دائما من أهل الكرم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين